بالنسبة للحظوظ تأهل الكأس العالم كيف شركت تشوف الحظوظ؟ نقول لك مجموعة سهلة بالنظر إلى المنتخبات وأسماء المنتخبات اللي ما عندهاش باع كبير في كرة القادم متوجدة في هذا المجموعة لكن تبقى حقيقة الميدان هي حقيقة أخرى لأنه لما نروح للموزنبيق الناس اللي ما تعرفش المباريات في إفريقيا يقول لك مباراة سهلا نروحوا نربحوا ونجوا لكن مثلما تحدثنا خب الوطني اليوم مدروح للموزنبيق تلعب على الزوج عندك 12 ساعة رحلة عندك أرضية سيئة عندك درجة حرارة كبيرة عندك حكم يعني ما يكونش في المستوى كل هذه العمور ترجع من المجموعة ومن المباريات صعبة لكن بالنظر إلى مستوى المنتخب الوطني الحالي أظن أنه الكأس العالم يعني رح تكون من ناصبنا لأنه كارثة لكان ما نتأهلوش بيتأهل بالسيستام الجديد ذات منتخبة أهلو العشر لأنه يلعب مباراة فاصلة أظن أنه التأهل رح يكون من ناصب المنتخب الوطني ترجمة نانسي قنقر